تبدأ كل جولة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى على أنغام الأمل وتنتهي باقترابها من تاريخ انتهائها في غرفة الإنعاش في الجولة الحالية علق المفاوضون من الطرفين بحبال تحركها عدة أطراف نظراؤهم على طاولة المحادثات ونوابهم في برلمانات بلادهم وفي حالة الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية الاتفاق يبدو بسيطا نظريا إيران تتوقف عن جهودها لتصنيع سلاح نووي وهو ما تنفيه أصلا مقابل رفع العقوبات عنها وخروجها من عزلتها الدولية لكن الشيطان يكمن في التفاصيل فالدول الست الكبرى تسعى لفرض قيود صارمة على الأبحاث الإيرانية وتشترط دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت الإيرانية التي يريدونها وهي في تصريحات زعمائها تراوح هذه الشروط لكنها لا تنقضها بل وتؤكد عليها بلهجة أكثر صرامة في كل مرة يرتفع مستوى التفاؤل وتتذمر تل أبيب زد على ذلك مطلب الكونغرس للغالبية الجمهورية برفع العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني على مراحل بعد توقيع الاتفاق بندون رفضه البرلمان الإيراني حين مرر قبل أيام قانون حفظ المنجزات النووية الذي يشترط إلغاء العقوبات بشكل كامل وفور توقيع الاتفاق ومنع دخول المفتشين للمواقع العسكرية وعدم قبول أي شروط غربية قد توقف البحث العلمي والنووي في البلاد مصادر دبلوماسية أمريكية كانت قد قالت لإثنين أنه قد تم التوصل إلى منظومة تسمح المفتشين بدخول المواقع الإيرانية المشتبه بها لا كل المواقع العسكرية لكننا لم نسمع تأكيدا من إيران ولا تفصيلا لآلية التطبيق كما يتدخل في إيران الآن العامل الانتخابي حيث يسعى المتنافسون للتلاعب بميزان الاتفاق النووي بما يضمن أصوات الناخبين ويخل في معظم الأحيان بمصلحة الاتفاق وفي ضباب كل هذه الشخصيات والعوامل يلتمس المتفاوضون وضوح الرؤية على ذلك يوجد توافقا على الجوهر قبل الانتقال إلى الهوامش